اشتركوا في القناة الوضعية الاذماجية اذا سنقوم بحل هذه الوضعية لانها وضعية مهمة جدا يحتوي منزل مريم على الات كهربائية استطاعة تحويلها كما يلي اذا تلفاز بواحد تساوي واحد كيلواط معناه استطاعة تلفاز واحد كيلواط ثلاجة باثنان تساوي ثلاثة كيلواط مدفعة كهربائية باثنان تساوي اثنى كيلواط الات غسيل باربعة تساوي اثنان كيلواط واحد اذا علمت ان الاستطاعة المتوسط المتوفرة التي توفرها شركة تونالغاز هي بي ام دي تساوي ماذا تعني بي ام دي تعني بويسونس موايان ديسبونيب الاستطاعة المتوسطة المتوفرة وشركة تونالغاز تقدم تقريبا لكل منازل نفس القيمة الا في حالات خاصة حيث يطلب الزبون من الشركة رفع قيمة الاستطاعة المتوسطة المتوفرة اذا ماذا يحدث عند تشغيل جميع الاجهزة في آن واحد هذا السؤال يطرح بكثرة اعزاء التلميذ لذا عليكم ان تركزوا فيه مع التعليل اذا ماذا يحدث في سؤال مثل هذا ماذا نفعل اعزاء التلميذ نقوم بجمع الاستطاعات او استطاعات كل الاجهزة معا ونقارنها مع قيمة الاستطاعة المتوسطة المتوفرة اذا كانت اقل منها اذا يمكن تشغيلها او تساويها يمكن تشغيلها في آن واحد اذا كانت اكبر منها لا يمكن تشغيلها اذا ماذا نفعل اعزاء التلميذ نقوم باذا نكتب السؤال رقم واحد حساب الاستطاعة الكلية للأجهزة إذن لدينا قانون تعويض والناتج القانون يقول استطاعة الكلية معناها بويسونس طوطال ماذا تتاوي؟ تاوي P1 زائد P2 زائد P3 زائد P4 لأن لدينا أربعة أجهزة الآن نقوم بعملية التعويض بيت وطال تساوي الآن نعوذ التلفز كم استطاعته 1 كيلو واط هل يحتاج إلى تحويل؟ لا لماذا؟ لأننا سنقارنه مع الكلو واط سنتركه بالكلو واط وكل الأجهزة كامل واحد بالكلو واط إذن لا تحتاج إلى تحويل 1 كيلو واط زائد كم 3 كيلو واط زائد كم 2 كيلو واط زائد الأخير 2 كيلو واط الثلاثة والواحد أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن المجموعة كم يساوي ثمانية كيلو واط وثمانية كيلو واط كما نعلم أعزائي التلاميذ أنها أكبر من ستة كيلو واط معنى أكبر من الاستطاعة المتوسطة المتوفرة إذن ماذا نقول له؟ إذن لا يمكن تشغيل كل هذه الأجهزة في آن واحد لأن الاستطاعة المتوسطة المتوفرة أقل من الاستطاعة الكلية للأجهزة إذن هذه الإجابة أو بالعكس لأن الاستطاعة الكلية للأجهزة تفوق قيمة الاستطاعة المتوسطة المتوفرة السؤال الثاني الآن السؤال الذي يليه السؤال الثاني تشغل مريم الغسالة بمعدل أربع ساعات يوميا ركزوا أعزائي التلاميذ أربع ساعات يوميا معنى أربع ساعات ماذا نعني بها؟ معنى لطون الزمن الزمن كم لدينا؟ أربع ساعات معنى أربع آش أربع ساعات أحسب الطاقة المحولة شهريا معنى ثلاثون يوم إذن الطاقة التي سنجدها نضربها في ثلاثين لأننا نريد حسب الطاقة لمدة ثلاثون يوم من طرف الغسالة الغسالة ما هي استطاعتها؟ الغسالة آلة الغسيل إذن إثنان كيلو واط إذن إثنان ماذا نكتب؟ حساب الطاقة المحولة من طرف ماذا؟ من طرف الغسالة أو آلة الغسيل في ماذا؟ ركزوا شهريا معناها في ثلاثون يوم جيد؟ إذن ماذا نفعل الآن؟ سنقوم بعملية الضرب معناها نقوم بوضع القانون أولا قانون الأساسي ما هو القانون الأساسي؟ إذن القانون الأساسي يقول P تساوي P الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن وأنا أريد حساب ماذا؟ الطاقة إذن ماذا تساوي الاستطاعة في الزمن؟ إذن الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن الطاقة تساوي الاستطاعة في الزمن هذا هو القانون الذي أحتاج إليه والآن التعويض كم استطاعة الغسالة؟ إذن نركز كم استطاعة الغسالة؟ أعزائي التلاميذ استطاعة آلة الغسيل 2 كيلوات إذن نكتب 2 كيلوات في كم الزمن؟ 4 ساعات إذن الزمن 4 ساعات في ماذا؟ في 30 يوم في 30 يوم تساوي نقوم بجلب الآلة الحاسبة إذن 2 في 4 في 30 وتساوي كم؟ 240 ماذا؟ 240 كيلوات في الساعة معناه كيلوات ساعي كيلوات ساعي إذن هذه هي الطاقة المحولة من طرف الغسالة عند تشغيلها 4 ساعات يوميا خلال 30 يوم الآن ثلاثة أحسب تكلفة تشغيل هذه الغسالة علما أن ثمن الكيلوات الساعي يقدر بـ 3 دينار بكل بساطة أعزائي التلاميذ ماذا نفعل هنا لحساب التكلفة إذن السؤال رقم 3 حساب التكلفة إذن ماذا تساوي التكلفة أو الثمن إذن الثمن يساوي الطاقة المستهلكة الطاقة المستهلكة في ثمن في ثمن الكيلوات الساعي الواحد نقوم بعمل التعوذ الآن 240 إذن تساوي 240 كيلوات الساعي في كم ثمن الكيلوات الساعي الواحد 3 دينار إذن في 3 دينار جزائري وتساوي كم تساوي إذن 240 نقوم بعمل الضرب إذن في كما نلاحظ 3 تساوي 720 720 ماذا إذن 720 دينار جزائري إذن لأننا نريد حساب الثمن نريد حساب الثمن وبالنسبة للسؤال الأول إذا هنا ماذا يحدث عند تشغيل كل الأجهزة من الأفضل أو الإجابة يجب أن نضيف هنا ينقضع التيار كهربائي عن كل المنزل لأنه كما نلاحظ هنا لم أركز في السؤال ماذا يحدث عند تشغيل جميع الأجهزة ماذا يحدث ينقضع التيار كهربائي عن كل المنزل ولا يمكن تشغيل كل هذه الأجهزة في آن واحد إذن هكذا تكون الإجابة وفي الآخير لا تنسون يا عزيزي التلاميذ من صارح دوعيكم ومن لم يشارك بعض القناة عليه بالاشتراك فيها ويفعل زر الجرس وأكذوا من الضغط على زر إعجاب الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعوم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة